طيب دلوقتي مشاهدين نروح لموجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع منا الشرقاوي صباح الخير يا منا تفضلي شكرا لك أحمد صباح النور الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات ونزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي هنأ الرئيس السيسي جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين الدول القارة وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية اليوم تخطو خطوات تابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريمة لشعوبها وتبث تقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية خاصة التي تزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات لمائة مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وأضف مدبولي أن هناك حوافز للقطاع الصناعي تقدمها الحكومة للمستثمرين والتي تضمنت منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات أصدر الرئيس التونسي قيس عيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في الخامسة والعشرين من يوليو المقبل وقال الرئيس التونسي في وقت سابق أنه سيستبدل دستور 2014 بدستور جديد عبر استفتاء شعبي يلحقه إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل قلص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي إلى النصف مشيرا إلى التداعية الاقتصادية للأزمة الأوكرانية والقيود التي فرضتها الصين لاحتواء موجة كورونا وتجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ويتوقع المعهد أيضا أن تنكمش تدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة بنسبة 42% عن العام الماضي قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت أكثر من 40 بلد في منطقة دونفاس بشرق البلاد ما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار العملية العسكرية التي تدخل شهرها الرابع وقالت قوة المهام المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية دمرت 47 موقعا مدنيا أو وقوع أضرار بها مشيرة إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 شخصا آخر أعلن الرئيس السنغالي ماكيسال وفات 11 رضيعا في حريق بقسم حادث الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تبعد نحو 120 كيلومتر شرق العاصمة دكار وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر وصف الرئيس السنغالي الحادث بالمؤلم والمروع من جانبه قال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار إنه وفقا للتحقيقات الأولية فإن السبب في اندلاع الحريق هو حدوث مائس كهربائي وختاما تويجا نادي روما الإيطالي بلقب دور المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى للموسم الحالي بعد فوزه على نظيره فاينرد الهولندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في نهاء البطولة بهذا الفوز أصبح البرتغالي جوزي مورينيو أول مدرب في التاريخ يحقق لقب البطولات القرية الثلاث على مستوى الأندية كما انفرد بالرقم القياسي في تثويجه بخمس نهائية قرية وهو اللقب القري الأول في تاريخ نادي دياب روما